كبر عملية استرداد في تاريخ الهيئة العامة لأثار والتراث ووزارة الثقافة تمت باسترداد 18 ألف قطعة أثارين من وولادة المتحدة الأمريكية زين ودولة رئيس وزراء عندما كان في واشنطن تم شحن هذه الصناديق بالتعاون مع وزارة الخارجية والتنسيق مع وزارة الثقافة زين وعادت العراق بهذه الطريقة طبعا هناك مشكلة كبيرة ناقل الوطن لخطوط الجو العراقية في بعض الدول الأوروبية لا يسمح لها بالهبوط هناك لو كانت لدينا طائراتنا تهبط هناك كان يتم التنسيق مع الخطوط الجو العراقية لاستجلاب هذه الآثار بشكل صحيحي وزارة الخارجية اشقد عدد هذه القطاع تقوم بدور كبير جدا بعملية استرداد الآثار يعني حضرتك ذكرت قلت اكو خطأ مطبعي مو داعش ألف قطعة كمل عدد الدقيق يعني اشقد الرقم الرقم آخر شي استلمنا طبعا قبل فترة قبل فترة مو بطويلة بالوقت نعم تواصلنا مع وزارة الخارجية وسفارتنا في بريطانيا هناك أربعة آلاف قطعة بصناديق يعني مجهزة واستلمتها السفارة وجاهزة للشحن في أي وقت لم تكن بهذا المدة طويلة وبقط في المدة طويلة في هذه المنطقة او في اقصد في انجلترا لكنها ايضا هناك تنسيق الآن حول هذا الموضوع لعودة هذه القطع الى العراق طبعا بين فترة واخرى جزارة الخارجية تجلب الآثار العراقي عن طريق البريد الدبلوماسي وايضا مشكورة طبعا بجهدها الكبيرة وتعاونها الكبير مع وزارة الثقافة وسياحة الآثار عام الآثار والتعاف وايضا احنا بتنسيق عالي مع ايضا مناكل دور كبير لجهز المخابرات في استرداد الآثار العراقية المنهوبة في الخارج